السلام عليكم ورحمة الله مطابعي قناتي المحيط الشروحات والتقنية بفيديو اليوم رح نتكلم عن طريقة تحميل الفيديوهات من تطبيق تيك توك مجانا طبعا كل ما عليك هو انك انت فتح تطبيق تيك توك او الموقع الرسمي وتختار الفيديو اللي انت تريد تحميله على هاتفك بعدها تضغط على اشارة المشاركة تسوي نسخ للرابط بعد ما تسوي نسخ للرابط لازم تحمل تطبيق رابط تحميل تطبيق رح يكون موجود بالوصف بعد تحميل تطبيق وتثبيته رح يظهر امامك بهذا الشكل نفتح تطبيق طبعا انت بمجرد ما تنسخ التطبيق الموقع او افون تطبيق بشكل تلقائي رح يتحقق من الرابط اللي انت قمت بنسخه ورح يبدأ بتحميله مباشرة طبعا في حال زهر لك اعلان داخل التطبيق كل ما عليك والضغط على اشارة اللي رح تكون موجودة في اعلى يمين الشاشة ورح يبدأ مثل ما قلنا التطبيق بتحميل الفيديو لما نكتمل عندك التحميل رح يزهر الفيديو في المدير ملفات او في معرض الفيديوهات والصور مثل الملاحظين حاليا انتهى التطبيق من التحميل ننتقل الى المعرض مثل الملاحظين الفيديو موجود حاليا في ملف التطبيق لو شغلنا الفيديو مثل الملاحظين امامكم ايضا ما يميز التطبيق ان التطبيق يقوم بازالة العلامة المائية من الفيديوهات على تيك توك طبعا اه حاليا العلامة المائية كانت موجودة في اعلى يسار الفيديو رح تصرحة مدعيد مثل الملاحظين موجودة علامة مائية وهي عنوان اه حساب صانع الفيديو بينما لو انتقلنا الى معرض الصور او معرض فيديوهات وشغلنا الفيديو اللي حملناه من خلال التطبيق مثل الملاحظين من بداية الفيديو لا توجد علامة مائية لا يوجد معرف حساب طبعا التطبيق لا يخفي جميع العلامات المائية طبعا يخفي اغلب العلامات المائية من اغلب الفيديوهات لكن ممكن في بعض الاحيان ما يقدر التطبيق يحزف بعض العلامات المائية هذا هو كان شرحنا اليوم ما تنسونا بلايك الفيديو واشتراك في القناة لحتى يصلكون كل جديدون كما معكم اخوكم عليم القناة المحيط للشروحات والتقنية بامان الله شكرا